اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسعودية بالتزامن مع وجود خاشقجي هناك ووفق ما صرح به مصدران في الأمن التركي لوكالة رويترز فأن خاشقجي قتل داخل القنصلية ونقل جثمانه إلى خارجها ليعود بعدها السعوديون الخمسة عشر إلى البلدان التي قدموا منها القنصلية السعودية نفت صحة تلك الرواية ووصفتها بالاتهامات العارية عن الصحة وهي التي نفت منذ البداية احتجاز خاشقجي وأشارت إلى أنها كانت تتابع بقلق ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفائه كما أشارت إلى وصول وفد أمني يضم محاققين السعوديين إلى اسطنبول للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء خاشقجي ورغم فتح أبواب القنصلية أمام صحفي ومصور وكالة رويترز بناء على موافقة ولي العهد السعودي يبقى التساؤل الأكبر يدور حول كاميرات المراقبة تلك الكاميرات التي قال القنصل السعودي محمد الاعتيبي إن القنصلية مزودة بها لكنها لا تسجل أي صور داخلها وبالتالي لا يمكن استعادة صور تظهر دخول أو خروج خاشق المدعي العام في اسطنبول يحقق بشكل موسع في هذا الحادث على الصعيد الأمني والاستخباراتي إضافة إلى ذلك يجري التحقق من سجلات المغادرة والدخول في مطار اسطنبول بشكل خاص ونحن ننتظر بكل إصرار قرارات وتصريحات المدعي العام الجمهوري وفقا لنتائج هذه التحقيقات وإنه لمن المحزن بالنسبة إلينا حدوث ذلك في بلدنا السيد جمال هو صحفي وصديق قديم لي وأؤمن بأن المدافعين عن الحريات وحريات الرأي في بلدنا سيتابعون هذا الأمر وأنا بصفتي رئيسا للجمهورية أتعقب هذا الأمر عن كثب وسأعلن للعالم النتائج مهما كانت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر